خلال يمكن أنا بنكمل كل ده لسه في موضوع العربية وهذهب لبقية أنواع المنتجات المختلفة التي نستهلكها يعني وبالمناسبة جهاز حماية المستلك يحميك حتى وإنت بتشتري عقار وإنت بيبيع عقار هنحكيها مع المشمالس بعد شوية بس المسألة مثلا فيما يتعلق بأنه خلال 3 أو 4 سنين فيها بدأت تظهر شركات أو معارض بتيجي تقولي والله أنا ممكن استورد لك العربية اللي أنت عايزها من بره ونشطة الحكاية دي جدا من بعد المرحلة الأخيرة أو انقضاء المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشركة المصرية الأوروبية هل جهاز حماية المستهلك أيضا يقوم بحمايتي وأنا بقوم بعملية الشرق والاستيراد أو يعني لما حد بيستورد بنياب عني لا في الإجراءات الشرق أنا لا أتدخل أنا يبدأ يبدأ جهاز حماية المستهلك دوره من بعد ما تستلم فاتورة المنتج حلو أول ما استلمت فاتورة المنتج أنت خلاص دلوقتي تبقى تحت مظلة حماية جهاز حماية المستهلك بدءا من لكن ما قبل إجراءات ما قبل أن أنت تستلم فاتورة المنتج بتاعك فده مش اختصاصات جهاز حماية المستهلك يبدأ فيما بعد فيما بعد لما استلم فاتورة عربيته نبدأ من هنا إجراءات الحماية أول ما بقى مستهلك قبل كده دي إجراءات يعني إحنا في إجراءات شحن وإجراءات بيع وتخليص وكذا أنا فيش اختصاصنا حلو اختصاصنا يبدأ أنك إنت استلمت الفاتورة بتاعت المنتج بتاعك أصبحت دلوقتي حقوقك والمنصوص عليها في القانون بتاعة المستهلك فإذا جات مثلا العربية غير متابقة لنفس المواصفات اللي أنا اتفقت عليها مع المعرض أو الشركة المستهلك أرجع على المعرض طبعا يشتكي وأرجع على المعرض وأشوف العقد اللي بينه وبينص على إيه وكل حاجة هل هينفع أنه الوكيل بقى بتاع العربية يقول لي لأ دي ما بتخشهش مركز الصيامة بتاعي الكلام ده قتل بحسن والحقيقة بيتم دراسته بتوسع أو بتعمق أكتر في جهاز حماية المنافسة ومنع اللي هتكره لكن المؤكد إنه حتى لو الوكيل ما بيغطيهوش في الضمان فله الحق إنه هو يصين العربية وياخد ما يفيد من الوكيل هنا سعر تكلفة بتاعة الضمان ويستردها من البلد اللي اشترى منها وكيل اللغبطت شوية هقولك إزاي حركة اشترية العربية ألمانية ماشي من ألمانيا حلو حضرتك بتاخد الضمان بتاعك فين؟ في ألمانيا نزلت مصر عايز تستمتع بالضمان بتاعك في بعض الشركات بتنفذ الضمان الدولي في بعض الشركات يقولك هنفذ لك الضمان بس هديك فاتورة تصرف فلوسك من البلد اللي بتغطيها الضمان وفقا للفاتورة اللي انت شاري بيها ليه؟ لأن اللغبطت بتحصل إيه؟ أنك انت بتشتري من هناك بمواصفات البلد اللي انت اشتريت منها أيوك فقد يكون فيه مشكلة في المواصفات مش متعالجة في مصر على سبيل بلد حرب مثلا لو فاول مثلا مثلا دي منظومة أو سوفتوير معين لمعالجة البنزين كذا مش موجودة قد تكون اشتريت العربية بمواصفات مثلا بلاد بردة جدا أو درجات حرارة كذا ففيه مثلا سخنات موجودة في الموتور لما تيجي في مصر تشغل العربية مع وجود سخنات الدنيا تحصل مأساة على طول تحصل مأساة فبالتالي بيقولك الضمان أنا هعمل لك الضمان بس هديلك طبعا ما دون ذلك يعني ما دون اللي احنا قلناه هنفز لك الضمان وهديلك ما يفيد أن أنا نفز لك الضمان هتسترد فلوسك من الشركة في البلد الأصلية اللي انت اشتريت وده فعلا ينفع؟ بيتم نعم فعلا أعم طبعا شكرا